طلاب الاعزاء طلاب السلام في الاول سهلا وان شاء الله فيديو بديد على قناتي بايولوجي ان شاء الله النهاردة هنكمل اه الدرس القبل الاخير وخلينا ناخد على الدرس لو هنشوفه هنتكلم عن ايه قالك انه في البداية خالص لو احنا عندنا سل مع السل مع السل جمعناها مع بعض فالسلس ديتها تتحد وتكون لي حاجة اسمها تتحد مع بعض لان اتكون لي حاجة اسمها اورجان لو انا جبت اورجان مع اورجان مع اورجان هيدينا حاجة اسمها سيستم لو انا جمعت شوية السيستم دي مع بعض فبتدينا حاجة اسمها كائن الحي طيب ما تيجي نضرب اه الاكزامبل ده على احنا احنا الجسم بتاعنا يعني انت الجسم بتاعك شوية سيستمز كتيرة بعد عندك سيستم 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 كل السيستمز الجسم وليكن مسلا هناخد السيستم قالك السيستم بتاعك بيتكون من ثلاث حاجات الهارت والبلاد والبلاد يعني انت اي سيستم في الدنيا طيب ما نمسك اورجان واحد كده خلينا نشوف تفاصيله وقالك مسلا وليكن الهارت قالك تلاقي ان الهارت بتاعك ده كومبوزد اوف سري ديفرانت تيشوس يعني اي اورجان في الدنيا كومبوزد اوف تيشو وليكن الهارت بتاعك فيه فيه في طيب يا سيدي انا لو مسكت التيشو بقى نفسها مكون من ايه قالك هتلاقي مكون من يعني انت مسكت ده هتلاقي مكون من حاجة اسمها المسل سيلز او المسل فايبر اللي هي بتاعت طيب قالك انت خلص السيل بتاعتها خلصناها كلها الحمد لله قالك باقي بس تدريس للتيشو طيب التيشو ده مستر از از هناخده بس اللي في الانيمال ولا هناخده في البلانت كمان قالك لأ انت هتاخد البلانت تيشو والانيمال تيشو يعني انت دلوقتي بتاعت الانيمال فاهمتها طيب فاهمني يا قالك مسلا وليكن قدامك اهو وليكن بلانت قالك مسلا ده هي اورجن الروت اورجن الستام اورجن الفلاور دي اورجن طيب ما هو دي مكونة منين من تيشو قالك فاهم قال اولا ان احنا هندرس طب مش هندرس انا ما هندرس ان شاء الله فيديو الاخير بازن الله فاحنا هنبدأ عندنا بلانت تيشو هو ده الدرس بتاع النهار عندنا متقسمة النوعين يعمى ان يكون يعمى ان يكون طيب هو بناء على ايه حدده اللي موجودة في يعني هل في معيار علشان يقول والله يا جماعة ده قالك بص لو احنا مسكنا تيشو بالنسبب كمان برضو حتى يتقال عندنا على انا تيشو قالك لو انت مسكت تيشو ولاقيته كمبوزد اف وان طايب اف سلز يعني مكون من سلز كتير كده زي بعض شبه بعض فمعنى كده ان هو لكن لو انت مسكت تيشو ولاقيته مكون من سلز دفر في الشيب مختلفة في الشكل معنى كده ان هو ما له ان هو يعني معنى كده اللي قدامك ده لو انت بصيت تلاقي السل دي زي دي زي دي زي دي زي دي فمعنى كده ان هو فهو سيمبل لكن ده غير ده غير ده بس كلهم تحت مسمى تيشو واحد فقالك يبقى نسميه بقى المعيار بالنسبة لنا هو اللي بتكون له تيشو لو زي بعض او 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 طايف فهو سيمبل لو هو طايف فهو و هنبدأ باول واحد فيهم انا وهو السيمبل السيمبل تيشو عندنا في تلاتة انواع البارانكايمة الكولانكايمة انا هدل الوقت لما اجا اقول لك ان انا هديك سري اكزامبل على السيمبل بلانتي تيشو ايه البارانكايمة كولانكايمة طيب ما خلينا نشوف اشكالهم عاملة ازاي قال لك مثلا البارانكايمة بتكون السلز بتاعته الى حد ما واخده شكل الاوفل او الاسفير مية شاسية اهو الكولانكايمة السلز بتاعته الى حد ما واخده شكل آه هو بس انت رسمها عشان هي فعليا في الكتاب شكلها بس هي بتاعها المهم طيب الاسكلايرانكايمة الى حد ما بيكون واخده شكل اه كده او في الشي شكلها الى حد ما مشهو منتظم او طيب حيلو السلزة دي زي بعض فهو السلزة دي زي بعض فهو سامبل السلزة دي زي بعض فهو سامبل طيب لحال في اختلافات تانية اهو بصة سيدة البرانكايمة ده هو عبارة عن تيشو مقونا من سيلزي فببع انه دي سيل فلازم يكون عندها نيوكليس دي عندها نيوكليس دي عندها نيوكليس طيب دي نفس الفكر نيوكليس 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 طيب مستر يكون في سيتو بلازمة؟ آه في سيتو بلازمة آه هنا طيب مش دا تيشو اه يعني مقونا من سيلزي بأكيد السيلزي دي جوه هفاكل هذه الباكلة كبيرة آه اهي. 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 طيب ملاحظ انه انت من الاول خالص اعملت اه ترسم في البرانكايمة وكلانكايمة خلاص اه انا سايبه دلوقتي هتعرف ليه. معنى كده انه البرانكايمة هو عبارة عن تيشو عنده نيوكلياس فبنعتبره احنا صح? طيب ما مصر ما زيه برضه عنده نيوكلياس ويبقى برضه اما هو كمان سايش يا سيدي. نجل اللي بعد. احنا عايزين نعرف الاقيهم فين في البلانت الحاجات دي. الحاجات التانية انا عايز اعرف بتاعته. فخلينا اقول لك مسلا قال لك هتلاقي البرانكايمة ده في البوتيتو تيوبر. طيب امالك قال لك هتلاقيه في طيب البرانكايمة قال لك هتلاقيه في طيب اه اه المعلومة التانية ايه بتاعتهم ركز بقاش انت هتستنتج الواحدة. بصوصي. قال لك البرانكايمة السلز بتتميز ان في بينها وبعض بين بعضها او في مسافات عيما بين السلز. فقال لك يبقى سهل الجاسس تحصلها سبريدنج او تسبريد هنا تنتشر هنا ايوة طيب تمام. عشان كده الفونكشن الاولينية للبرانكايمة هي يعني هي مستر يعني يعني ببساطة خلاص ممكن الاكسجين يدخل يعني كأنها بتعمل طيب تمام. قال لك الفونكشن تانية بما انه هي عندها كبيرة فقبقى يكيد وظفتها ايش عنا عارفين انه وظفة اي خلاص سيب عندها طيب خد التالتة دي وركز فيها. التالتة ديت اه فكرة حدوثها او نسبة حدوثها قليلة جدا. بعض الاحيان ممكن يكون البارانكايمة ده عنده هنا هو. وبما انه بقى عنده فمعنى كده ان الفونكشن التالتة ممكن احطها هنا هنا واقول لك انه البارانكايمة ممكن يعمل الفوتو. يعني معنى كده انه مش يعني بتاعته بايدويا من فونكشن بتاعته. بس في بعض الاحيان ونسبة بعض الاحيان دي لها تتعدى الخمسة في المية ممكن يكون البارانكايمة تيشو عنده اه كلوروبلاست قوة طيب تمام. في بعنا دلوقتي عرفت البارانكايمة انه هو سلزم بتاعته او او عنده وعنده على ايه في البوتيتو في البوتيتو تيوبر او البطاطس. اه بيعمل تلاتة اه فونكشن والسطورينج عشان كده البوتيتو لون هوايت. كمان عشان فيها وآآ طيب ما تيجي للقولانكايمة. قال لك لا تركز بقى القولانكايمة ده عشان ايه? مهم. قال لك لو انت جيت عند القولانكايمة ففي ما بين السلز وبعضها صح? قال لك لا. ده اللي بيحصل ان احنا بنعمل يعني بنعمل ترصيب زيادة لصابستنس. ماشي. الصابستنس دي يا مستر اسمها ايه? قال لك والله يا سيدي الصابستنس دي اسمها السليلوز. طيب مستر طالما انت عملت اكسرا دوبوزشن للسليلوز معناك كده انه معاش في سبيس الصح يعني ما تقدرش تعمل آآ آآ اريش ما هي فعليا بتعملش اريش مش هي اده افلا بتاعتي. بس شوف بقى الفانكشن بتاعتي. قال لك بما انه انت عملت اكسرا دوبوزشن للسليلوز فانت من غير ما تفكر اول ما تلمح السليلوز في بلانت? الاكسرا الاكسرا عشان ما تجيش تقول لها مستر السليلوز في سليلوز لا انا بتكلم الاكسرا دوبوزشن ترصيب الزيادة لما نحط حاجة زيادة ما بين السبيسز فبيعمل عن طريق انه بي اكواير البلانت وز الاستيستي. يعني اول ما لمح سليلوز ادي الاستيستي يا باش مهندس. ليه? لان هو اصلا وظيفته الاسية ان هو يدي مرونة. عشان كده اللي هو البقدونس هتلاقي اللستان بتاعة البقدونس فيها كتير او كولانكايمة. واقبار دليل على كده ان انت لما بتمسكها بتلاقي ان هي بتكون معك بتكون معك. ما بش بتتكسر يعني لا هي بتقطع. يعني ايه بتتكسر? الحاجة اللي بتتكسر هي حاجة صالد. لكن اللستان بتاعي بيكون مرن. ليه? علشان اللي فيه كولانكايمة. وعلشان فيه سليلوز. تعب انا اجي اللي اتيشو اه الاخير صاحب المشاكل. اتيشو الاخير لو انت باصص فجينا هنا هوت ما بين وروحنا عاملين اكسترا دوبوزيشن للسليلوز. الله عليك اهو. طبعا انت خلاص بقى ربط طالما فيه سليلوز زيادة. حطينا ما بين معنى كده انه الاولانية هي دا عيادة. بس شوف بقى اللي جاية. على على من جوا كده رحنا عاملين اكسترا دوبوزيشن لصابستانس تلتة بقى تلتة كده بالمرة اهي. اللي هي المادة اللي انا بعمل لها بالزرق دي. اهي. الاكسترا دوبوزيشن للصابستانس دي هي مادة بيسموها مادة الليجنن. ومادة الليجنن وانس ان هي بتعمل دوبوزيشن فهي كأنها يعني مجازا بتعمل كيلينج للليفنج بروتوبلازم. يعني اصلا اصلا لو انت اواخر بقى لك في الاول خالص. لما انا جيت جبت سيرت. لما انا انا هو جيت سيرت قلت لك هنا نيوكلس هنا نيوكلس هنا فاكيول هنا فاكيول هنا سايتو بلاز هنا سايتو بلاز. الاخير ده انا سيبته خالص يعني انه مش مباشوش حاجة جوه. وفعليا ولا في نيوكلس ولا سايتو ولا اي حاجة ده هو عشان كده بيسمونه على عكس البرانكايمة والكلانكايمة اللي اتنين طيب هو ليه يا مستر نتيجة ان احنا عملنا دي بوزيشن لصابستانس اسمها اللي دي بس المكان اللي تلمحوا فيها بتنوت على طول هي بتنوت كل حاجة جوه. طيب قايمة ده انا عارف ان انا هلاقيه في في الكميتر. طيب ووظيفته ايه بقى? بتاعتستانتك بقى? مش في سليلوز? اه يبقى في جادة. طيب مش في خد اول ما تلمح اللي ادي على طول هارد نسبة شمانس. يا مستر يعني انت دوقتي تقول لي ان السليلوز اللي هو بتاع وفي نفس الوقت في لجنة اللي هو بتاع يعني معنى كده ان انا عندي تشو في اتنين مع بعض في ايه المشكلة ايه ما هي قدامك هي كنترية قدامك هي كنترية فيها جزء من وفي نفس الوقت فيها جزء من انت بتيجي تقول لها عادي يعني مقضو بسيط طيب هبديك شوية تانية بس دي انت مش مطالب بها. اللي سكرار انكايمة نفسه. ازا تشو متقسم ل طيب. طيب الاولاني بيسمو من اسمه كده باين ان هو حاجة حاجة و متقسم لحاجة اسمها ديت بيكون كمية اللي فيها كتير جدا مقارنة بكمية السليلوز. علشان كده لو انت بصيت على الكوكونات. اه الاوتر لير الخارجية اللي برا اللي انت بتجيبش هكوش طاط تكسارها ديت او شلة النص كلها الاوتر لير بتاعتها لهاز النط وشلة الفوز والشلة كتير دي كلها كل اللي برا ده هو عبارة عن في كمية كتيرة فعشان كده هو تبع ستونسا. اما بالنسبة بقى لشلة اللينن مثلا لو انت بصيت على خيوط الكتان كده فخيوط الكتان هي مش هارد بس في نفس الوقت هي مش صوفت يا حاجة مش هارية لا ده يا حاجة فيها جزء كبير من الهاردنس مع الالاستسيا علشان كده هي تابع النوع التاني من السليلوز القائمة اللي هي الفايبرز. المعلومة دي انت مش بطلب بيها. بس شان تبقى عارف انه آآ آآ بس تفرق ما بينهم بس. طيب. نشوف شكلهم علشان الاشكال بتاعتهم مهمة. بوصل سيدي. لو انت بصيت التشو الاولاني السلزل بتاعته كبير اها. وفي نفس الوقت في بينها وبين بعضها هي النقطة اللي احطها ده اها 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 شايف دي اها اها معنى كده انه بيعمل لي وبيعمل لي الحاجة التانية لو انت بصيت على الكولانكايمة فالسل بتاعته لحد ما واخده شكل او او اهو يا حاج مهندس اهو بس ما عليش بصيلي على الحتة اللي هنزل فيها بالقلم اهي الحتة الخضرة دي اهي الحتة الخضرة دي هي الاكستراد وبزيش هل السليلوس اهي تمام والاخ ده بيدي للسلزل لو انت بقى بصيتلي على الاسكرانكايمة فهواخد شكل او البنتاجونال وعبارة عن طولير ليه لانه الاوتر ليه اللي انا معلم عليها هي عبارة عن اه لكن لو ان انت بصيت عن فانت تلاقي كمان احنا عاملين للسلولوز علشان كده الاخ ده اه عشان كده الاخ ده بيدي عن طريق وفيه سلولوز فهو كمان بيدي لي طيب نخش على التشلو بعد خلصنا السامبل ندخل على الكمبليكس بص السيدي الكمبليكس ممكن تلاقي الاسم التاني بتاعه ممكن تلاقي الاسم التالت بتاعه ممكن تلاقي الاسم الرابع بتاعه طيب تمام للاسماع الكتيرة دي يا سيدي يسيبها على جامل دلوقتي طيب ما تديني يا مصر على قال لك انت عندك رقم واحد الزايلام ورقم اتنين الفلاي خلينا نبدأ بالزايلام ازا بلانت او ازا كمبليكس بلانت تيشو احنا قلنا ان كمبليكس اشو معنا كده ان هو بيتكون او بتاعته هي عبارة عن طيب من السلزة فقال لك انه الزايلام بيكون من حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها خلينا نقوله هنا اهو اهو واحنا هنبدأ بالزايلام والزايلام بيتكون من تلات حاجات حاجة اسمها الفيزلز حاجة اسمها التراكيت حاجة اسمها البارانكاين لو انت بصت على الفيزل فانت هتلاقي منظر الفيزل شكله عامل كده طيب التراكيد هتلاقي شكل التراكيد عامل كده البرانكاينة طبعا لسه رسمي لها من شوية شكلها عامل كده طيب تمام احط لها انه برضو نيوكليوس شاني بقى متأكدين ان عندها نيوكليش ان هي ليفنج اهو اهو طيب هو ايه الاختلاف اللي ما بين الفيزل والتراكيد ولا اي اختلاف هو مجازا طيب من بتاعة السلز ويتراكيد هي طيب من الطايف بتاعة السلز ويعنيكش مراحل التكوين بتاعتها ولا هي كانت زي ولا بتاع انت عليك المنظر الاخير اللي قدامك ولا يحدى ما فيه بوصل زي قالك ما عندهش صح طيب ما هو التراكيد ما عندهش لو هنعمل كمبارزن يعني طيب ما عندهش جادة ما هو التراكيد ما عندهش طيب اه اه الفيزل يا مستر محطوط عليه من جوه اكسرا لمادة بتدي هاردنس يعني محطوط عليه جادة يبقى الفيزل ايه التراكيد اخوه عنده لجنة اهو يعني هنا في لجنة هنا في لجنة جادة اهو طيب مستر هنا قوت في بيتس بيتس يعني بورز يعني فتحات صغيرة اهي مش عليك برضو هي بتعمل البيتس ما نخش في تفاصيل هنا في بيتس اهو مستر لما هما اتنين زي بعض في كل حاجة كده ده حتى كمان زي بعض بيعملوا نفس الفنكشن ولا ازع النفس ما المختلفين في ايه احنا اتفقنا ان هو مكون من يعني معناه كده الاختلاف الواحد بس بينهم في الاخ ده عنده اهي فتحتين الاخ ده عنده لان لانه التانية بيكون او بيكون الجزء التاني بتاعه او الاظهر برطة بتاعه بيكون مدبه طيب اعواريك شكله اهو علشان بس ما تطلع بطش كتير اهو بص يا سيدي اللي انا هعلم عليه دلوقتي ده شكل الفيزل اهو لو انت باصس في ادي اوبنينج وادي اوبنينج طيب ما ايه الدوائر الكتير اللي في النص ده باش مهندس دي البيتس طيب حلو لما ده الفيزل فين التراكيد احنا اتفقنا ان التراكيد عبارة عن ايه يا حاج يا باش مهندس اتفقنا ان التراكيد عبارة عن مفتوح من طرف ادي الطرف والطرف التاني بتاعه بيكون بوينتد بص اطلع معي اطلع 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 اهو هتلاقي انه الطرف بص بص من فوق عامل ازاي بوينتد مدبه اهو طيب امريني واحدة تانية عشان مش واضحة اهو ولا ازا عن نفسك شايف الحتة ده انزل كده اهان اهان طيب مصر التاني برضو اه اه الفيزل عنده بيتس طيب ما قلت تراكيد عنده بيتس اهو يا سيدي قدل بيتس اهد دوائر السؤولة دي مصر هنا في لجنن هنا في لجنن هنا معندوش معندوش معنى كده انه ركز بقى معي معنى كده انه اعتبر قال لك ما عندوش طيب تراكيد طيب مصر طيب هو الزايلة اه اللي هو ابوهم بقى كبير اللي مكون من ثلاث حاجات في اتنين عندو لانه بران كيمة لسه اي معنى كده انه اصلا ازا كومبليكستيشو ليفن ونن ليفن ولا ازا اهو معيه تاساسة مصر ده سواني سواني ده ده شبه اقول لك صح والله فعلا هو فعلا شبه ليه لانه السكران كايمة بس. والزايلة. والتاني برضو عنده طيب ده بيدي سابورت يبقى التاني بيدي سابورت وهاردنس. اما للاختلاف ايه? ان السكران كايمة تابعة لكن الزايلة تابعة تيشو. ما تخليني اعرف الفونكشن بتاعته. فونكشن بتاعته بسهلة جيد. هنا اعتبر انه ده البلانت. وهنا اعتبر انه دي الليف. وهنا اعتبر ان ده ده الروت. وهنا اعتبر ان اللي بالزرق هي الووتر. وهنا اعتبر انه هو بوصصي. البلانت علشان يعمل بتاعته فهو محتاج ومحتاج الووتر. طبعا في حاجتين كمان اللي وصل بس خلينا نقول دول. طيب هو بيعمل في الغالب نسبة فهو بيعملها في الليف. طيب تمام. يعني اصلا الليف هنا قوة عايز اقول صح. بس في مشكلة بتواجهنا. الووتر هنا في الروت هنا على الصائل كاد. فاحنا دلوقتي محتاجين حد يعمل للووتر من الروت لليف. اهو. يعني عايزين حد يجيبوا الماية من الروت. يطلع هنا لحد الليف. طبعا لو انت اخب بلك بقى من شوية اللي فيها فازلكة وكده. يقول لك انه اه 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 لو انت اخب بلك طيب بس خلينا نرجع اللي قطة. هو مين يا مستر هياخد لي بقى الووتر. بالمينيرا الصوتس اللي موجودة في الصائل هنا. يطلعها لي في الليف. هو ده بتاعة الزايلة. تقصد يا مستر انه الزايلة ده بيوصل لي الووتر من الروت للليف صح? علشان كده لو تاخد بلك اسمه التالت كان ايه? يعني توصيلي. يعني مستر ما انت ما قلت ليش اسمه الرابع. يعني يعني وعاء. ها? المنظر ده. فبس الاسام هي جامل ما قصة مضوع بسيط يعني اه اه تعقدوش نفسه كل مهم. الزايلة بيعمل ترانسبورت للووتر والصولتس من الروت للليف. يعني فين? طيب. 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 هل بيعمل حاجة تانية? اه يا حبيب. مش الزايلة. ما تقوم من الزايلة. اه. طيب معنى كده انه الزايلة وتركيت فيهم يعني بيدو هاردنسيب التانية كمان للزايلة ان هو بيدي سابورت. ماشا يا سيد. ندخل على اللي بعد. الساكن تشو. نخش على التشو التاني اللي هو هتقوله فلايم تقوله فلاوم ايان يكن يعني. المهم. الفلايم او فلاوم. مكون من حاجة. كون حاجة اسمها. ما تخلينا نشوف اه شكل بعمل ازاي? برضو من غير ما نخش في تفاصيل هي ازاي السايف تيوب زي كونت بوسوس ايدي. هتروع رسم لي. شكل كده. وهنا هو تروح جاي اللازق. اهه. بيقول لك ان اللي قدامك ده ده كده على بعضه هو دي كده دي كده دي كده لما تدخل جواها هتلاقي ان فيها سايتو بلازم. اهو اهو دي السايتو بلازم. بيتحرك على هيئة كده الهيئة شرايت متصلة ببعضها. اهو. طيب هل في مفوش يعني دي مفوش لا. طيب فيها سايتو بلازم اه طيب مصر فيها لجنة مفيهاش لجنة. طيب اه اه ايه اللي فيها بس سايتو بلازم. طيب ما ايه دي بتكون يعني كل سيف تيوب لو انت ااخد بالك انا رسم تلاتة سيف تيوب ففيهم تلاتة كومبينيان سيل هي سيل عادية خالص فيها نيوكليز. فيها سايتو بلازم. وكمان فيها خصوصا الريبوسوم والميتو كوندري. يعني انا دخلت جوه هنا كده هلا هي ميتو كوندري. طيب وطالما فيها ميتو كوندري كتير يبقى اكيد بتعمل للانيرجي جادة. بوصة اصيب. طيب هو السيف تيوب اصلا وظفته يا مستر او الفلايم وظفته ايه. قالك بوصة اصيب. ادى هنا هو طبعا اه 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 في الزيلم قلنا انه الاخت كانت محتاجة الووتر فالووتر اه الزيلم وصله لها عشان تعمل بيانتج عن الجلوكوز. او خلينا نقول يا سيدي شجر ولا ازاع عن نفسك. او تقول المانيفاكتشور فود اياني يكون لا يعني اياني العسام كتير. دلوقتي الليف عملت الفوتسانسز والمين برودكت الفوتسانسز هو الجلوكوز. لان الاكسجين ساكندر برودكت. عملية كلها اساسها هو الجلوكوز. مش الاكسجين. هنا هوت هنلاقي فيها عندنا فلاور. هنا مثلا هنلاقي فيه فروت. ده طبعا الستم وده الروت. الفلاور ديت محتاجة تاكل واكلها بيكون في صورة الجلوكوز. ويهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طلعوا له قال لك يا سيدي ده وظيفة او اللي اتنين واحد. معنى كده انه بتعمل لي ايه? بتعمل لي الشجر او الجلوكوز في الرمضاليف ايه ده يا مستر? يعني عشان كده تسمى هو كمان تبع الكوندكتف اه ما هو برضو بيوصل بيترانسبورت. طب ليه تسمى اهو يا سيدم اهي اهي تشايف عاملة ازاي? شبه الفيزل اهي. عاملة ازاي? كأنها وعاق انبوبة شليمو. طب مال ايه فايدة دي? قال لك بتاعتها ان هي بالانرجي. من غير ما اخش في تفاصيلها ايه ازاي العملية بتتم وليه وفين وازاي? لا انت بس كل عليك تقول ان الكمبينيان ووظيفتها تدي الانرجي. ليه? لانه اصلا اه فكرة انه بيعمل للمنفاكتش او الجلوكوز او الشجر ده. فهي بتريكواير انرجي. وهو معنده ايش ميتو كوندري. فهتجيب منين الانرجي? بتجيبه بقى من اختار اللي جنبها. يعني كأنها بتديها كده بتساعدة وطاعة تفعالية. طيب. تعال نشوف اه شكله عامل ازاي? اهو يا سيدم. باصل سيد. لو انت بسيت. اهو. ده كده اللي انا رسمه. ده كده. وده كده. المال من اللي في النص دي بسموها هي الكروس والز اللي انا كنت رسمها اللي هي كتب العرضة دي كده. بسمها الصفائحة. طيب المال مين دي يا سي دي لو انت بقى باصس فالاخت دي عندها نيوكلس اهي. وهي لازقة في فمعنى كده نديك عشان كده هتلاقي. ولازق فيها. طيب الوظيفة بتاعته ايه? الوظيفة بتاعته اه اه او عملية او او لمنفاكشور فود من لآآ وكده يبقى الجزء بتاع شو خلص وان شاء الله هيبقى بس فيديو واحد ويكون آآ خلصنا المنهج الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.